ما هي الأوضاع في البلد في هذا اليومين الماضيين في بعض القضايا نشير لها ثم نعود ما يسمى بوزارة الصحة تقول أن 159 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر ارتفاع إجمال إصابات كورونا إلى 4997 تسجيل 6 وفايات جديدة بكورونا في الجزائر وارتفاع إجمال الوفايات إلى 476 حالة الشفاء 130 هذه ما يقولون نحن نعرف مرة أخرى أن نذكر بها ونحن نعرف أنها ليست صحيحة أنهم يكذبون لكننا دعنا نذكر بها للتاريخ ولماذا هو قادم عندما يحتاجها ربما الناس لذلك وعلى ذكر الكورونا وعلى ذكر القرارات المتخبطة أنت أغلق للناس بلا ما تخبرهم ومن بعدين أفتح للناس ترجار بشكل أساسي وبعدين عود أغلق للناس خلينا نشوفوا بعض القطاع قطاع معين متضرر فلنسمعوا شوية وشيقولوا أهل هذا القطاع سائقوا سيارات الأجربي عن نابا يرون عودتهم للعمل ضرورة ملحى ويتعهدون بالحفاظ عن أخياتي خليونا يرحموا أديكم خليونا نخبوا بابي ترسل تعونونا خليونا نخبوا هذه فيه زوزم لا يمدير أدخل مساعة ولا مساعة الضراري رغم ما يلقوم ما يأمر الكسر عطل الطبغة يجيب الولاد بها يوم هذه الآهات تلخص كل المعاناة وهي على لسان كل سائقي سيارات الأجربي عن نابا هذه فيه إحدى قنواتهم وصراخات جزائريين اللي تاكسيير في عن نابا وطبعا كنقولوا عن نابا يعني في كل مدن الجزائر نفس الشي بنسبة للتاكسيير وهم بعشرات الألاف عشرات الألاف ربما مئات الألاف دي تاكسيير في الجزائر هذو المعلانين خلاف اللي هما كلانديستان وخلاسة إذن صار خاتس وين يقول لك موصلناش موجدناش واش ناكلوا ما بيتوا تعاونونا ما خليتونا نخدموا هاي ثورة الجياة هذه خطيرة هاي هاي اللي كان تبدأ تتراكم الأحداث وتبدأ تتعاقم وتبدأ الناس ما تجدش واشتاكل وما تديش لولادها واشتاكل راه الجوى أخطر شيء ويأتي في أول شيء اللي يازم يتوفر عليه الإنسان وإلا ينفجر يثور يغضب يتمرد الجوى رهما معاش لعب لكن العصابة هذه اللي عايشة في كلوب دي بان وفي زيرالدا وفي موريتي وفي أفخم الأماكن وأفخم المحلات وأفخم الفنادق الفنادق وأفخم ما تعيش ما تعيش الألم تعال الناس قبل ذلك كان فيه انهيار في عمارة في لعل الناس تابعوها اليوم في العاصمة وأدى إلى الأخبار تقول إلى وفاة امرأة حامل رحمها الله وألهم أهلها وأبناءها وزوجها ومن معها ألهمهم الصبر والسلوان هذه حسين داي في قلب العاصمة تنهار البنايات نعم ممكن البناية أن تنهار لكن عندما يعود عندنا نظام رقابي عندما يكون البلدية والأجهزة البلدية والأجهزة الولائية تقوم بأدوارها فإنها لا تسمح بانهيار البنايات لا تسمح به إلا في حالات نادرة في حالات الكوارث الخاصة أما من حين لآخر ها نهار في وهران ها نهارت في القصبة ها نهارت في باب الواد ها الآن في حسين داي ها هذه المرة في من طام النراس ها هذه المرة تلفت مرة في عنابة ها هذا نابع من سوء الإدارة هذا ليس قضاء وقدر قضاء وقدر عند الله سبحانه وتعالى لكن المتسبب في هذا في هذه الجرائم هم المسؤولين أو المسعولين اللي موجودين وهم بدون كفاءة وبدون قدرة على العمل ولماذا؟ لأنه يتم اختيارهم وفق الأفسد هو اللي يأخذ الأعلى المناصب كلما كنت فاسدا ومفسدا كلما كنت سارقا ولصا فاجرا وفاشلا كلما أعطوك منصبا أو أعطيت منصبا في البلدية أو الولاية أو الضائرة أو الوزارة وهكذا أو السفارة وهكذا ولذلك يموت الناس وتغرق الناس لما طيح الأمطار وتنقضع الكهرباء على الناس لما توصل درجة الحرارة في الصيف إلى أقصاها وتصرى كوارث كثيرة كثيرة ويوميا وبشكل يومي رأي تصرى هذه الكوارث خلينا نشوف جزء آخر أيضا نشوف جزء آخر أيضا يومي مليون ها الناس في سعيدة خلي صور هذه الكوارثة عمليون ها الناس في سعيدة ها الناس في سعيدة ها الناس في سعيدة هذه قفراتنا العونة من المليون؟ نعم 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 مؤلم فجيز وصرخات وعيات لأنهم يعطلهم قفة التي لا تساويش أحيانا قيمة 150 ألف أو 200 ألف يحسبوها من 30 مليون يعني يحسبوا من خزينة الدولة يخرج مليون للشخص لكن الشخص يوصلوا قفة فيها 150 ألف أو 200 ألف سنتين ليس أكثر بمعنى أن 3 أربعة مرة 4 أخماس من قيمة القفة يذهب في جيوب اللصوص الموجودين في التوزيع وهم أساسا في البلديات أو في الولايات لماذا؟ لأن الدياريس خيرتنا الأبشع حطتهم في البلدية والأبشع حطتهم في الولاية كموظفين أو كمنتخبين هذه دولة الحنوشة وهذه الدولة الحنوشة التي أزعجت بقوة اليوم مجلة الجيش وصحابها لأنهم منزعجين من كلمة دولة مدنية مجنتهم كلمة دولة مدنية ترجمة نانسي قنقر